مساء الخير معيكم اسرائيل عدولي من شركة كونتاكت من داخل شركة جودود أنا النهاردة هكون بتكلم معيكم عن المشروع الجديد بتاعنا أو الطرح التاني بتاعنا لمشروع كويو في منطقة التنازل والتصوير خلينا نتكلم الأول عن مين شركة كونتاكت شركة كونتاكت موجودة في سوق من أكتر من 15 سنة هي مملوكة لتو اونيرز مستر أحمد فكري بشمانس خالد سيوفي لنا سبقت أعمال في القاهرة الجديدة بأحيائها أكتر من 100 مشروع كانت مشاريع سكنية ما بين فيلات سيبرت أو عمرات سيبرت ابتدينا سكساسفل ستوري بتاعتنا من بداية شهر 11 2020 كان أول بروجيكت لنا جوا منطقة الداونتاون ميركري بيزنس كومبلكس بعد كده كونتاك في منطقة الأعمال المركزية أميو سيفن بلاس آخر مشروع لنا نزلنا بلونش في شهر ثلاثة اللي فات يعني بنكتلم أرانسة سبع شهور كان كويو في منطقة التنازل والتصوير تمام؟ خلينا نتكلم شوية عن كويو إيه هو كويو؟ الميزة الحلوة اللي فيه طبعا منطقة التنازل والتصوير هي منطقة حيوية جدا من أكتر المناطق اللي هتبقى تجاريا شغالة كويس جدا 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 كل البراندات العالمية هتتجه عليها من أول ما هتبتدي تشتغل اللي هو في خلال سنتين ونص منطقة دي لازم كلها تبقى شغالة فبالتالي من أول حاجات تشغيليا تجاريا هتبقى منطقة التنازل والتصوير فده يضمن للعميل أكبر نسبة استثمار عالية خلينا نتكلم شوية عن اللوكيشن اللوكيشن بتاعي جوا منطقة التنازل والتصوير على الشارع الـ LRT اللي عرضه 70 متر شارع مدخل رئيسي من مداخل الداونتاون هو محور رئيسي متشاف ترافيك عالي بسبب كتار السريع اللي هو الـ LRT زي ما احنا قلنا اللي هيكون جاي بكل الترافيك plus كمان ان انا double view يعني ايه double view منطقة التنازل والتصوير بتتمتع بممشا سياحي مساحته 40 ألف متر 40 ألف متر وقصدنا كمان هيبقى فوندو الماسا فبالتالي انت بالنسبة لك المشروع كله هيبقى double view سواء على الشارع اللي عرضه 70 متر او على الممشا السياحي اللي بنتكلم على مساحه 40 ألف متر نتكلم شوية بقى عن المشروع بتاعي عامل ازاي اول حاجه هتكلم فيها واجهة المشروع بتاعتي من اكبر الحاجات السالينج بوينت اللي بتكلم فيها هي على عرض 110 متر سواء على الشارع 70 متر بتاع ال LRT زي ما قلنا او على الممشا السياحي فدي بالنسبة لي حاجه قوية جدا تعود على العميل برضو بعائد استثماري قوي جدا بلاس كمان ان احنا بنتكلم ان انا اصلا قطعتين ارض عملتهم قرار ضم 7100 متر بلاس ان انا كمان تنزلت عن مساحه بايعية كاملة لدور كامل في المشروع بتاعي فبقيت ارتفاعي ارضي واربعة دوار مش ارضي وخمس دوار زي ارتفاعات منطقة التنازل والتصوير وده علشان يعود علي فيما بعد بايه في حتة التوزيع التنانت ماكس بتاعت المشروع او كمان الفكرة بتاعت السيرفيس كوريدور انا موفرة جوا المشروع فكرة السيرفيس كوريدور فكرة ارتفاعات السقفة عندي عندي من اول 6 متر عندي من اول 5 متر عندي ارتفاعات كلها محترمة جدا هتخلي اي براندات عالمية هتبقى تشغيليا عندي الموضوع سهل جدا نتكلم شوية ان انا مين الاستشاري الهندسي بتاعي هو شركة دي ام اي دار المعمار المملوكة لشركة معونتين فيو الاستشاري التنفيذي بتاعي شركة سامكو ايجيب زي ما احنا قلنا ان انا موفرة بسبب ان انا اتنزلت عن مساحة بيعية لدور كامل في المشروع بتاعي فعندي الارتفاعات بتاعت الدور الاردي 6 متر ارتفاعات الدور الاول لحد الدور الرابع 5 متر بلاس كمان ان انا عندي التننت ماكس او توزيع تشغيلة الادوار عندي اول حاجة ان انا عملت الفوت كورت بتاعي بنسبة مساحة بنائية محترمة جدا عندي الستنج اريا على مساحة الفين ومتين متر عندي في الدور الرابع وده علشان اضمن الترافيك الداخلي جوه المشروع بتاعي ان النهاردة اي عميل انا بوفر له قوة شرائية جوه المشروع فبالتالي انا شغلت كل الادوار خلينا الاكل او الفوت كورت كله في الدور الرابع بعد كده يبتدي يوزع الترافيك على بقية الادوار عندي دور الرابع طبعا افن بي النهاردة لما منيجي نسكن اي برانز او بنسكن اي مطعم كلاس اي او كلام ده كله بيبقى محتاج اهم حاجة فكرة السيربس كوريدور او ان النهاردة يدخل البضايا بتاعته من غير ما تبقى متشافة فالموضوع ده انا مراعيه جدا بلاس ان انا البلازة بتاعتي مساحة المشروع بتاعتي مساعداني جدا ان انا اعمل البلازة بتاعتي على مساحة 1400 متر فبالتالي انا موفرة الممرات كويس جدا الوجهات بتاعت المشروع كويس جدا موفرة كل ده للعميل فده هيعود على العميل زي ما قلنا بعائد استثماري قوي جدا جدا في المشروع من ضمن فكرة التانت ماكس اللي انا وزعتها طبعا فكرة الاسكليتورز او السلالم الكهربائية او فكرة الاسانصيرات ان انا موفرة فكرة اسانصيرات هتبقى بتسيرف عندي من البيزمنت لحد الدور الرابع بلاس ان انا عندي اسكليتورز او السلم الكهربائي وده انا موفرة عندي برضو موزعي بطريقة زكية جدا تخلي الترافيك الداخلي بتاع المشروع كويس جدا تخلي كل محل عندي هيبقى متشاف هيبقى للترافيك بتاعه هنشوف طبعا كل ده عندي بتقسيمة الفلور بلان بتاعتي فكرة الاسكليتورز بتاعتي انا مقسمها ازاي مقسمها واحد طلوع وواحد ناحية تانية نزول وده علشان خاطر اكبر العميل ان هو يبقى بيلفة في الدور كله فانا ابقى وفرت لي صاحب المحل العائد الاستثماري اللي احنا كنا منتكلم عليه في حتة الترافيك الداخلي بالنسبة للمساحات عندي انا موفرة المساحات عندي من اول 28 متر up to 200 متر عندي في المساحات كلها عندي متوفرة المساحات عندي كلها هتبقى موجودة لكل العملة اللي بتدور من اول 28 متر up to 200 متر up to 200 متر up to دور كامل بالنسبة ليه الاسعار فانا اسعاري من الاسعار التنافسية الكويسة جدا في السوق وده نظرا لان انا من كنت من اخر الناس اللي طرحت جوه منطقة التنزه والتسوق فبالتالي بلعب على عامل الندرة عامل الندرة ان انا النهار ده عندي availability كويسة مش موجودة في المشاريع اللي حوالي بلاس كمان ان انا ده طرح تاني للمشروع فانا لسه في بداية اسعاري بالنسبة ليه انظمة السداد عندنا فاحنا بنتكلم من اول 10 في 100 وبتوصل انظمة السداد عندي لحد 10 سنوات equal installments بلاس كمان ان انا عندي انظمة السداد كتيرة جدا بيتمتع بيها العميل بيخصومات كويسة جدا وبيبقى فيها تقسيط على 7 سنين برضو equal installments عشان نعرف اكتر عن تفاصيل المشروع وانظمة السداد والاسعار والمساحات تقدر تتواصل معنا عن طريق الرقم اللي موجود على الشاشة او من خلال لينك الواتساب اللي موجود في التدسكريبشن وهيتواصل معيك افضل الاستشاريين العقاريين اللي موجودين في المجال من خلال شركة جودود وهيساعدوك في اختيار وحدك كان معكم اسراء العدولي من شركة كونتاكت من داخل شركة جودود